اكد سعادة السيد علي بن محمد الرميح وزير شؤون الاعلام جاهزية الوزارة بجميع قطاعاتها لتغطية الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها الخامسة وابرازها بالشكل الحضاري المشرف الذي يعكس حرص المواطنين على ممارسة حقوقهم السياسية والدستورية في ظل المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى هذا وقد التزمت وزارة شؤون الاعلام بتسخير امكاناتها الاعلامية والفنية والتقنية كافة في تقديم تغطية شاملة ومتكاملة للانتخابات في قنواتها الاذاعية وتلفزيونية ووكالة انباء البحرين وعبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي جهود لم تعرف طريقة تقاعص مطلقا ودخلت بسباقات ماراثونية لتصل اليوم وتكون مستعدة بكافة اجهزتها وامكاناتها لتغطية الحدث الاهم والذي سوف ينطلق يوم غد وهو الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها الخامسة وابرازها بالشكل الحضاري والمشرف تلك الجهود كانت ضمن استراتيجية وضعها رأس الهرم لوزارة شؤون الاعلام سعادت السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الاعلام الذي حرس منذ البداية ان يتابع كل التفاصيل مهما كانت صغيرة ليكون الى جانب هؤلاء الجنود العاملين على اداء الواجب الوطني بكل حماسة واسرار لتزدان البحرين وتخرج الى العالم وهي تعيش اجواء دموقراطية تنقلها شاشات تلفزيون البحرين واذاعتها عبر الاثير هي ساعات قليلة تفصل عن انطلاق انتخابات 2018 ووزارة شؤون الاعلام بكوادرها البشرية والفنية والتقنية متشوقة لتغطية هذا الحدث الوطني وسواء كانوا جلودا وراء الكواليس او امامها فهم يحملون راية واحدة وهدفا واحدا هو تلبية الواجب سهر عصهور لمركز الاخبار تلفزيون البحرين